اشتركوا في القناة سؤال الأول من سائلة كريمة تقول أخت مريضة تفاقمت علتها ولم يتسنى طبيب لعلاجها لم تتسنى لها طبابة إلا عند طبيب رجل لم تتوفى لها طبيبة زوجها متعند أقسم إن ذهبت إلى طبيب أنها ستكون محرمة عليه علتها تزداد وتتفاقم وقد تودي بحياتها فهل عليها من حرج إن ذهبت إلى الطبيب مع ابنها أو مع أي أحد من محارمها للعلاج ما عدم علم زوجها الجواب عن هذا أن نقول إن مداوات الرجل للمرأة عند انعدام الطبيبة الكف في موضع الرخصة على أن لا يطلع من جسم المرأة إلا على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وهذا ما صدرت به قرارات المجامع الفقهية فقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ما يلي الأصل أنه إذا توافر الطبيبة المتخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم وإن لم يتوفر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وأن لا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو مرأة ثقة خشية الخلوة هذه القواعد التي أكدتها القرارات المجمعية فيما يتعلق بالتداوي بين الجنسين فلهذه المرأة والحال كما وصفت أن ترفع شكايتها ومظلمتها إلى الثقات من أهل العلم من حولها للحديث إلى زوجها والاستماع إليه ولبيان الموقف الفقه الراشد في هذا الأمر إذا لم تصل معه من خلالهم إلى كلمة سواء رفعت الأمر إلى أهلها وطلبت التحكيم بينها وبين زوجها كما قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود فلا شك أن سلامة الحياة البشرية مقدمة على سلامة العلاقة الزوجية فإذا خشيت حقا على حياتها وسعتها رخصة مخالفته بالتداوي بغير علمه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل جلاله ومنعها من التداوي لإنقاذ حياتها عند تعرض حياتها للخطر معصية لها أيضا طلب التفريق بينها وبين زوجها الذي تعنت وكان موقفه ضرارا ولم يصغ إلى نصيحة الناصحين لا من العلماء الرشدين ولا من الأهل المقربين وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما والله تعالى أعلى وأعلم سؤال هل يمكن عمل صدقة جارية من زكاة المال أو دفع دين عن غارم لا شك أن قضاء الديون عن الغارمين من مصارف الزكاة هذا موجود نصا في كتاب الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فالغارمون من مصارف الزكاة بنص آية المصارف الواردة في سورة التوبة أما عمل صدقة جارية من الزكاة محل تفصيل إن كانت في موضع عام ينتفع منه الأغنياء والفقراء فلا يصلح لأن الصدقات للفقراء والمساكين تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم إن كانت في موضع خاص للفقراء منطقة معدمة أهلها فقراء ومحاويج ومساكين وتمسوا حاجتهم جميعا إلى الماء ويحتاجون إلى حفر بئر ماء في منطقتهم لا يستفيد من هذا البئر غيرهم فهذا من مواضع النظر والقول بجوازه قول متجه ولعل الأفضل تسليم هذا المال إلى فقراء هذه المنطقة وإرشادهم إلى عمل بئر ينتفعون به جميعا تعموا فائدته ونفعوه إليهم جميعا إن فعلوا هذا فلهم باعتبارهم ملاكا لهذا المرفق أن يبيحوا الانتفاع منه لكل من ورد إليه من الفقراء أو من غيرهم ويكون القرار في ذلك قرارهم وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد اللهم آمين سؤال آخر يقول السائل الكريم خلال السفر الطويل قد يحل وقت الصلاة فنصليها وبعد قليل ننتقل إلى منطقة أخرى يكون الفجر لم يحن وقته ويدخل وقت الفجر في منطقة ثانية وثالثة هذا يكون عند السفر من الميدل إيست من الشرق إلى أمريكا فما هو الحل في هذه الحالة يمتد الوقت لصاد الظهر إلى وقت أطول بكثير من المعتاد فعلى أي أساس يحدد المسافر ميقات صلاته سؤال جميل يتعرض له المسافرون كثيرا من الشرق إلى الغرب نقول لك يا رعاك الله في مثل هذا لك حكم الموقع الراهن الذي يتمر به الموقع الراهن في السكرين الذي أمامك في اللوحة لوحة التلفزيون التي أمامك تستطيع أن تعرف من خلالها التوقيت في الموقع الراهن الذي تمر به الطائرة إذا حان وقت الظهر في موقع من المواقع فقد حلت الصلاة إذا صليت يا رعاك الله فقد بارئت ذمته ولا يضرك بعد هذا تبدل المواقع أو تغيرها بعد ذلك فقد أديت ما عليك وبارئت ذمته فقد تأكد أن الصلاة قد حان ميقاتها وفقا للموقع الراهن الذي سوف تؤديها فيه زادك الله حرصا وتوفيقا لكن يا رعاك الله إن كنت ستصل إلى محطة الوصول قبل مغيب الشمس بمدة كافية فلك أن تجمع بين الظهر والعص جمعة أخير وتصليهما في بلد الوصول بإذن الله تعالى وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد سؤال آخر يقول السائل ماذا عن أموال التيك توك وسيدة تسويقية إعلانية انتشرت ويهتم بها يعني كثير من الناس نقول يا رعاك الله في هذه الصورة أو في غيرها التسويق الإلكتروني وغيره يأخذ حكم السلع أو الخدمات التي تسوقها إن سوقت المباحات كان مباحة إن سوقت المحرمات كان محرمة إن سوقت المطروهات كان مطروها إن سوقت المشتبهات كان في محل الشبه وهكذا إذا اختلطت الأمور فالعبرة لما غلب ويجمل تطهير المال في هذه الحالة بإخراج جزء منه على سبيل التخلص من مال مشتبه تورعا وتطهرا وتبقى أبواب الورع مفتوحة بعد ذلك المنشاء وخير دينكم الورع ولن يبلغ العبد درية المتقين حتى يترك ما لا بأث به حذرا منه بأس وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد اللهم أمين سؤال الذي بعد هذا حول كشف المسلمة شعرها أو عورتها أمام زوجة ابنها النصرانية غير المسلمة الجواب عن هذا أن مسألة العورات مرتبطة بالجنس وليست مرتبطة بديانة أصحابها الراجح أن عورة المرأة أمام غير المسلمة كعورتها أمام المسلمة عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة كعورتها أمام المرأة المسلمة وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المرأة الكافرة لا تنكشف المسلمة أمامها هذا قول مرجوح أخذ تعلق به من قال به بقول الله سبحانه وتعالى أو نسائهن فجعلوها كالرجل ولكن الصواب أن قوله تعالى أو نسائهن جنس النساء مسلمات أو كافرات وليس المقصود المؤمنات خاصة فلا حرج في إبداء الزينة لهم لقد كانت اليهوديات في المدينة في زمن النبوة وكذلك الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهن ولم يحفظ أنهن كن يستترن منهن نعم وأزواج النبي أتقى الناس وأفضل النساء ومع هذا ما كن يستترن عمن يدخل عليهن من اليهوديات والوثنيات فالحاصل أن المرأة لا بأس أن تكشف للمرأة الكافرة كما تكشف المسلمة وليس عليها أن تحتجب عن النساء الكافرات هذا هو الصواب فلا ينبغي أن نضيق واسعا السؤال التالي حكم معايدة غير المسلمين في عيدهم بمثل كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد فهل هذا يعد كفرا لما فيه من تعظيم شعائرهم نقول للسائل الكريم يا رعاك الله قد صدر في هذه المسألة قرار لمجمع فقاء الشريعة بأمريكا أسوقه لك بنصه فتدبره جيدا الأصل هو البر والقصط في التعامل مع غير المسلمين ومن ذلك الدخول عليهم في مناسباتهم من اجتماعية المشتركة كالزواج أو قدوم المولود ونحوه وتهنئتهم بها رجاء حسن الجوار وتألف قلوبهم على الإسلام أما المناسبات الدينية البحتة فالأصل فيها يا رعاك الله أنها من خصوصيات الملل والنحل تبقى مختصة بأهلها فلا تجوز المشاركة فيها ولا بأس عند ظهور المصلحة من تهنئتهم بكلمات عامة لا تتضمن انتهاكا لهذه الخصوصيات ولا تتضمن إقرارا على باطل كما ذكرت عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير أو هابي هوليديز أو هابي وك اند ونحوها لاحظ أيضا قد تفترق التهنئة ببعض هذه المناسبات عن الإقرار على باطلها في بعض الأحوال أو تفقل المناسبة الدينية بعدها الديني وتصبح مناسبة اجتماعية بحتة فيكون الأمر في ذلك أوسع هذا هو اقرار مجمع فقه الشريعة بأمريكا ومنه يعلم الجواب بارك الله فيه سؤال من سائر كريم ما حكم قول القائل إن الله في كل مكان ما حكم قول القائل إن الله في كل مكان الجواب عن هذا يا رعاك الله أن أهل السنة والجماعة متفقون جميعا على أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وأنه عال على خلقه بائل منهم يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خافية وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وفي الحديث ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وفي حديث الجارية أين الله فقالت في السماء من أنا قالت رسول الله قال أعتقى فإنها مؤمنة ومع هذا فالله جل وعلا مع خلقه جميعا بعلمه والمعية في اللغة لا تقتضي اختلاطا ولا امتزاجا ولا اتصالا بل هي لمطلق المصاحبة والمقارنة ألا ترى أن القمر يكون مع المسافر وغيره وهو عال بعيد عنه لا يخالط الناس ولا يمازجهم المعية قد تفيد الصحبة وقد تفيد العلم والاطلاع وقد تفيد النصر حسب ما يدل عليه السياق المعية الإلهية نوعان معية عامة مع خلقه جميعا علما وإحاطة وشمولة وشهادة وقيومية فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم عالم بهم وسميت معية عامة لأنها تعم جميع الخلق كما قال تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هذه معية عامة المعية الخاصة معية نصرة وتأييد وتوفيق وسميت خاصة لأن الله يخص بها أنبياءه وأولياءه دون غيرهم من الخلق وقد وردت هذه المعية الخاصة في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل نذكر منها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين معهم بعونه وتوفيقه وتسجيده ونصرته وتأييده فالله جل وعلا مع خلقه حيثما كانوا بهذا المعنى معية مع خلقه بهذا المعنى حيثما كانوا فهي معية علم ومعية صفات وليست معية زاد وينبغي تأويل قول القائل على هذا النحو لنخرجه عن هذا المعنى الضال بعض الناس يفضي به هذا الكلام إلى ما يشبه نظرية الحلول حلول الله جل جلاله في خلقه وهذا الذي اتهى إليه بعض ضلال العباد وبعض جهال المتنسجة الذين غلوا في هذه المعية حتى اتهوا إلى الحلول فقال قائلهم وما الخلق في التمثال إلا كثلجة وأنت به الماء الذي هو قابع وما الثلج في تحقيقه غير مائه وغيران في حكم نفته الشرائع لكن يذوب الثلج يرفى حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع لإن كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في حكم الحقيقة طائع كلام لا وزن له لا قيمة له لا يلتفت إليه يضي إلى حلول بغيط وإلى تشبيه التنزيه هو معتقد أهل السنة تشبيه معتقد أهل الضلالة فأسأل الله جل وعلا أن يوفق القائل إلى إدراك هذا المعنى الله جل وعلا بذاته عال فوق العباد مستوى على عرشه بائل من خلقه وبصفاته معهم في كل مكان وأسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد اللهم آمين إعادة صياغة عقد الزواج عقدنا عقد الزواج شرعي أعدى في البيت وعادي نعمل عقد إشهار على ملأ أمام الناس هل يجون؟ لا بس لا أعرف في الشريعة ما يمنع هذا تأكيد وتبيين نحن نكرر كلمة التوحيد ونكرر طاعات كثيرات لا أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا وأن لا حرج فيه إن شاء الله يسأل سائل فيه يقول حكم العمل في شركة أبروفال دكتور شركة من شركات التي تعمل لصالح شركات التأمين الصحي نقول للسائل الكريم إنه وإن كان الأصل في عقود التأمين التجاري الفساد لما تتضمنه من الغرر الفاحش فإن التأمين الطبي على أصل الرخصة لتعلقه بمصلحة حفظ النفس ولعسر توفير الخدمات الطبية الضرورية خارج مظلة التأمين في الأعم الأغلب عقد التأمين التجاري العادي الأصل فيه الفساد لما يتضمنه من الغرر الفاحش كل طرف لا يعرف سلفاً من الذي يأخذه ومن الذي يبذله قد يدفع قصة تأمين واحد ويستحق التعويضات التأمينية وبالغة قيمتها ما بلغت وقد يعافيه الله عز وجل وتمضي سنوات وسنوات وسنوات يدفع الأقصاد ولا يستفيد من جهة التأمين شيئاً التأمين الطبي على أصل الرخصة مستسنى لماذا؟ لتعلقه بمصلحة حفظ النفس والعسر توفير الخدمات الطبية الضرورية خارج مظلة التأمين في الأعم الأغلب في قرار لمجمع إفقاء الشريعة بأمريكا حول التأمين التأمين الصحي على النحو الذي تقدمه شركات التأمين التجاري من العقود الفاسدة في الأصل بيد أنه نظراً لمسيس الحاجة إليه في كثير من الأحوال لتعلقه بضرورة حفظ النفس وحفظها من المقاصد الكلية في الشريعة فإنه يرخص منه فيما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوافر البدين الإسلامي المنشون فإذا كانت تأمين الطبي في محل الرخصة فإن العمل في مؤسساته في محل الرخصة كذلك فأرجو أن لا حرج إن شاء الله والله تعالى أعلى وأعلم سؤال متكرر ومعاد وأعذر أصحابه والله وأحاول أن أستمع إليهم مباشرة لأن أعرف أن هذا السؤال من النوازل العامة مما عمد به البلوى في واقعنا المعاصر التمويل العقاري السائل الكريم يقول حكم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري تقصيد على 30 سنة بفيدة 3% علماً بأن من بين البنوك التي ستشترك في هذا بانك فيصل حيث يشتري المنك العقار كاش ويقصده للمشتري على 30 سنة المبادرة لمساعدة الشباب على إيجاد مسكن وامتلاك بمبلغ زهيد شهرياً كأنه إيجار ويشترط السكن بالعقار وعدم بيعه يعني أقول يعني ابتداء مساعدة الشباب في توفير مسكن لهم لبدء حياتهم وتحصيل استقرارهم الفكرة في ذاتها فكرة النبيلة لكن ينبغي أن تمارس وأن تباشر في إطار شرعي صحيح لقد أحل الله البيع وحرم الربا وذلك صريح في كتاب الله عز وجل البنك الذي يشتري العقار حقيقة ويعيد بيعه مرابحة بالتقصيد للرغب في الشراء يجوز التعامل معه لأن الله أحل البيع والشراء وهذا هو البنك الإسلامي أيًا كان اسمه الذي يتيح له قانونه ذلك قانون البنك الإسلامي يتيح له تملك هذه العقارات وإعادة بيعها لمن يريدون أن يتعاملوا معها الفرق هذا قرض وهذا بيع عندما نكون أمام بيع وشراء بيع بالتقصيد من البنك الذي ملك السلعة بالفعل هذا أمر لا بأس به إذا تم وفق القواعد التي بيناتها المرجعيات الفقهية لعقود المرابحة أو المشرق المتنقص المنتهي بالتمليج أما البنك الذي يكتفي بإقراض الراغب في الشراء قرضا بفائدة ليشتري به من العقارات ما شاء لا يشرع التعاون معه في الأصل لأن الله تعالى قد حرم الربا وحرم الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وسوء اللهم إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها ويرجع إلى المفت القريب المخالط لتقديرها من أجل هذا نقول لك يا رعاك الله إذا أتيح لك التعامل مع مصف إسلامي يشتري العقار ويبيع لك بالتقصيد فلا تبغي بهذه الصورة بدلا ولا تبغي عنها حولا فرارا من الربا الحرام إلى البيع الحلال وأحل الله البيع وحرم الربا والله تعالى أعلى وأعلم سؤال آخر يقول السائل شخص يشتغل ومعظم وقت في سفر بحكم الشغل هل له أن يجمع وأن يقصر في الصلاة علما بأن عمله يتطلب منه السفر الدائم فهل له أن يترفع برخصتي الجمع والقصر نقول له يا رعاك الله يشرع لمن كان كثير السفر أو دائم السفر أن يترفع برخصتي القصر والجمع ما دام مسافرا إذا كان له بلد يأوي إليه في نهاية المطاف بل هو أولى بالرخصتي لدوام المشقة في حياته لأن الحكمة من الرخص في السفر المشقة دفع المشقة والسفر قطعة من العذاب وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه شيخ الإسلام ابن تعمية رحمه الله يقول ويفطر وكذلك ويقصر الصلاة من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه كالتاج للجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السدع وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه فأما من كان معه في السفينة مرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يفطر ولا يقصر لا يقصر ولا يفطر إذا كان حياته كلها في السفينة ليله نهاره صباحه مساءه أهله زوجته أولاده لو تخيلنا هذه الصورة فهذا أصبح متوطنا في سفره في القاطرة أو في الباخرة أو في المكان هذا ليس له أن يتمتع بهذه الرخص سؤال قريب من هذا سائل كريم تقول كنت مسافرا للتنزر والفسحة فهل يحق لي أيضا أن أقصر في الصلاة وأن أجمع بين الرباعيتين بين الظهرين أو العشاء سؤال رقم واحد سؤال رقم اثنين أرجع إلى منزلي مرهقة مكدودة متعبة فهل يحق لي القصر في هذا اليوم بعد رجوعي نظر لأني غالبا أكون مجهدة في هذا اليوم السؤال الجواب يشرع الترفه برخص القصر القصر والجمع للمسافر سفرا مباحا أيا كانت الغاية من سفره وإذا وصل إلى محل إقامته فقد انقطى عنه حكم السفر فانقطى عنه التمتع برخصه إذا وصلت يا متى الله إلى بيتك انقطى عنك حكم السفر وإذا انقطى عنك حكم السفر انقطى عنك التمتع برخصه وأسأل الله أن عينك على ذكره وشكره وحسن عبادته سؤال أنا مدرس أعمل بالتدريس أونلاين مع أحد المواقع الطلبة يتواصلون مع الموقع والموقع يرسل لي الطلبة والطلبة يدفع المال للموقع والموقع يحاسبني طيب أحد أولياء الأمور تواصل معي مباشرة لأدرسه بعيدا عن الموقع ويحول لي المال مباشرة طبعا لولي الأمر مصلحا أنه سيأخذ هذه الخدمة بسعر أقل لأنه سيوفر المبلغ الذي كان يقتطعه الموقع لنفسه فأراد أن يتعامل مباشرة مع المصدر فما حكم هذه الصورة نقول له يا رعاك الله ما جرى من ذلك ما جرى الفلتة العارضة العابرة بغير تخطيط ولا ترتيب أرجو أن يكون في موضع الرخصة أما أن يتحول إلى برنامج تسحب به الطلاب من الموقع تنقالب به على الموقع الذي وظفك تستقل أنت بدخول الطلاب مضارة له فهذا الذي لا ينبغي ولا يحل لما يتضمنه من المنافسة الضارة ونقض العهد المهني الذي بينك وبينهم والله تعالى أعلى وأعلم اللهم أهدنا في من أهديت سيدة تقول حدثت مشاحة عندما كنت أركن سيارتي فجاء السيدة أخرى وركنت سيارتها بوضع فيه تسلط وفيه ظلم وتضيق علي حاولت أن أقنعها أن تضع سيارتها في المكان الصحيح لكنها رفضت وأبت واستفزتني بتصرفات غريبة فدعوت عليها أن يحرق الله دمها كما أحرق الدمي وبعد أيام رأيتها وقد أصابتها أصابت سيارتها حائثة مؤلمة جدا كانت السيارة مقلوبة رأسا على عقل فوقع في نفسي أن الله قد استجاب دعوتي وأني قد أكون ظالمة لها بهذه الدعوة في حيرة في ندم أفتون نقول له يا سيدتي لقد مضى ما كان مما جرى به القلم في الكتاب الأول والقدر يتعزى به عند وقوع المصائب وإن كان لا يحتج به على تسويغ المعائم أسأل الله أن يجبر كسرها وأن يقين عثرتها ما حدث منها من استطالة عليك أن تقف بسيارتها مضارة لك ليس في الموقع الصحيح الذي تعارف عليه يعني الناس وسوء معاملتها لك وحدتها في الخطاب معك واستطالتها عليك هذه مظالم ومن حيث المبدأ يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته ولا يعتدي في دعائه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لقد روح عن ابن عباس في تفسيرها لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله تعالى إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له فمن صبر على ظالمه وتجرع جرعة غيظ ابتغاء وجه الله جل وعلا فذلك خير له يزيده الله بها عزة وقد قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين أرجو يا سيدتي أنك لم تقصدي بدعائك هذا الذي حصل لها لكن جرى به القلم كما قلنا في الكتاب الأول وإنما الأعمال بالنياد وإنما لكل مرئ ما نوى فأكثري من الدعاء لها واصفح عما بدر منها تجاهدي والله جل وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة إخوتي وأخواتي نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته